نتألم في كل مرة عندما نتحدث عن ظاهرة الحرقة في الجزائر هذه الظاهرة التي أبكت وأحرقت قلوب العديد من العائلات الجزائرية أحرقت قلوب العديد من الأمهات الجزائريات دعوني أرحب في البلاطو بضيفتي هذه الأمسية سيدة قصنطي فيزة وهي والدة الحرقة المتوفي دادي سيدة فيزة نعم أهلا بك مرحبا بك شكرا على قبول دعوة قناة النهار سيدة قصنطي فيزة عشتي هذه الألم التي تبعناها لعائلة في وهران العديد من الأمهات الجزائريات يبكينا فلذات أكبدهن لرهم يرمر وحدهم في البحر عندما نتحدث عن ظاهرة الحرقة كي تشوفي أمهات رهم يبكوا أبنائهم أنت عشتي هذه القصة وهذه المأساة السلام عليكم وعليكم السلام وش نقول لك يا خويا أنا عشت هذه المآسات وعشت هذه الألم ونطلب من الأمهات يصبروا ويطلبوا ربي وش تحب نقول لك؟ هذه الظاهرة لازم تتعالج إن شاء الله تتعالج من طرف السلطات والدول والدولة تعنا يعني ظاهرة كبيرة جدا جدا وأتمنى أن الدولة تحل أبواب قاعد للشبان بش الشبان يقعدوا في بلادهم مانيش فهم علش يروحوا هكا ويش كبير يغيان لوت دولة مكاش لوت كوتي دولة مكا نوالو يغيان جوتو لازم يقعدوا في بلادنا لازم يقعدوا في بلادهم بلادهم تسحقهم لازم يغيروا بلادهم أنا كإنسانة كمواطنة أنا نغير على بلادي ما نخبيش عليك أنا أوليدي قبل ما يروح كتكلم معي يا هكا كل نهار يعطيني كلمة كل نهار بالصحة مع التالي بديت نحس بس أحقال لي ماما واش تحب يقول لك لازم نروح نوقف على رجليا قد توقف هنا في بلادك قال لي لهم لهيك نوقف أحسن واش تحب أن نقول لك هاد لي ماما موسا كنا ربي معاهم إن شاء الله يسيبوهم كما صبتنا أوليدي دادي كما صبتنا غيلاس ودفلناهم كنصيبوهم الرحمة تنزل صحيح يعني نشوف سيدة فيزة أنه العاشرات وإذا ما قلناش المئات من الأمهات يعني يوميا يستنوا ولادهم الحراغة ربما تلفظوا أمواج البحر تقول لك أنا لو يعني البحر يرمي وليدين ندفنوا ربما للألم ينقص تنطفى الجمرة هذيك يرتاحوا الأمهات ترتاح الكبدال الكبدال يرهيم شوية إن شاء الله ربي يكون معاهم الأمهات أنا رأينا نصلي ونطلب ربي دايما يبينهم من البحر دايما أنا قاتل بقرب البحر نفليلها كنوض نصلي وندعي ربي ونحلل نافذ ونقول يا ربي يا بحر العزيز يا ربي العزيز من فقر ربي ما كاش بين هذا الجثث بين الأطفال بين هذا الشباب بين هذا الشباب يعني سيدو لغة سيدة فيزة قسنطينتية ما شاء الله عندك مستوى ثقافي والابن كنت دائما تتحدثي مع الابن تاعك فيه اتصال لكن حكينا قبل ما يحرق خالد ربي رحمه مع مجموعة من شباب هنا في العاصمة كيف يعني هل يعني حسيتي أنه ربما يروح وما يوليش حكينا كيف كانت الأيام الأخيرة مع خالد الأيام الأخيرة خالد المدعو دادي أنا معروف بي دادي كان لزاف كان ساكد كان صامد اللي تتاسي تون بلس كو سيلانسيو اللي داغني تان سوختون لداغني مواء يجي هكذا ويقول لي على بلك هذة اليامات يا ولدي وين تروح هذة اليامات ماما نراي هذة اليامات هو من لي فقد الوالدين توعية بسك هم اللي كانوا مربيينه كبير عندهم كبير عندهم في الدار ورباواه ومناخ يعني كبر في بيئة يعني حزنة بابا كان مدير مدرسة أمي معلمة يعني إنشاء في إنشاء في دونزا محيط إيجابي محيط إيجابي جدا ماللي الوالدات ودعتنا عنده أربع سنوات وبابا ذوك عنده سبعة شهور الطفل خلاص ينجد أكثر مالقاش أمو يتنقل له وانا يا دادي ركهنا معايا مع خالق لا 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 يما أنا ما بقى ليش أنا قاعد على راح والدي شكون والديك والدي يا والديك لا لا ما من حبيت نوقف على رجل وكيف المستوى الاجتماعي ربما الجنة الاقتصادي لا 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 لحسن عائلة ميسورة الحال لا لحمد لله أنا عمري أدايغ كيف تشوف في هذه الظاهرة حتى أن بعض الشباب فيه فئة صحيح أنها تعاني البطالة ومستوى الاجتماعي والاقتصادي يعني صعب لكن فيه ظاهرة كذلك سيدة فيزا قسنطي بعض الشباب الحرقين مستوىهم ميسور الحال هنا في الجزائر ومستوىهم حسن 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 كانوا قاريين سوختوا هذا الجروب هذا قاريين ولاد فاميليا هذا العشرة اللي طاحوا في الماء قاريين ولاد فاميليا ومستوى عائلات تفتحهم حسن يعني نغمال عائلات متوسطة عائلات متوسطة وعايشين لبس بهم لماذا الحرقة هذه ما فهمتش ما فهمتش جاتهم في راسهم هكا إذا كانوا فيكسي ما فهمتش أنا بخصون المو شخصية ما فهمتش أنا كنت موفرت له كلش أدرس في المدارس الخاصة يقول مادام بوشاما عن 82 عن 89 أدرس فيها ما كاش اللي كان يدخل لليزيقول بخي في ذاك الوقت في زيغال دا أدرس فيما بالشوفير رايح دايبو قرأ وكمل وقرأ وقرأ إذن أخذت منعرج آخر هذه الظاهرة سيدة فيزة يعني الآن في وقت سابق صحيح أنه بعض الشباب يهرب من الجزائر بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب والمر لكن في حتى أنه بعض الشباب مستوهم يعني لا بأس به لكن يحرقوا قلت لي عندك رسالة يوم أمس عندما اتصلت بك قلت لي عندي رسالة نوجهها للشباب لأنه أكيد فيها الآن من يخطط من الشباب باش يحرق خلال الأسبوع خلال ربما الأشهر القادمة واشنو هي رسالتك لكل شباب جزائري اللي رأوا يشوفنا في كل بلادنا تسحقهم وهنا معززين مكرمين ثم إيهانا ما عندهم مشكارة ما يكون جينيتي ثم يخدموا بهم يحرطوا عليهم نقول لك حاجة ما كانش هنا يعيش فانتازي ويعيش هنا ما يموتش باش جي توليز هالألفال تعنا تعالدرجة باش قاعد نستفع هنا ما يقدرش يموت بشر ما عندوش وشكل يدق دق الجار يعطيه يأكل هنا نقول لك الرسالة هذي غيروا على بلادكم ذوك البلاد تعنا سيتم بي تريجان بان ياد دوتر بارسان كي سنجلو دوتر باي باسكو احنا عنا شبيبة عندنا دولة تعنا تريجان تريجان لازم يقعدوا فيها عندنا الخيرات في بلادنا عندنا الفلاحة عندنا البترول الخيرات هنا في بلادنا وانتو ما لازم تخدموها ما نجيبوش الناس وحتخرين يخدموها هذي العقلية تعي ونطلبو من الأرباب الأعمال اللي في بلادنا يفتحوا المجال هذي الشبان هذا ما نطلب وش نزيد نقول لك الشبان تعنا شوف القيين يلبسوا مليح يصن بو يصن انتليجن وعلى نخسرهم دوت كوتين العماء تتوسكوا يا هذي والدولة رح أني حسب اللي رح تعاون الشبان تعنا ان شاء الله أنا في كل مرة نقول بأنه خسارة أنه نفقد هؤلاء الإخوة في البحر لأنه أنا نقول أنه الطاقة الجزائر ما هيش بترول الطاقة هي الشباب ما هيش فلوس ما هيش درام طاقة هي الشباب الشباب يشب كسك يبو كري الشباب يفيد يكري ديشوز يفيد ديشوز عالبالك سوكتو ذكر مع الانترنت ومع هذا هو مارا هم يتابعوا هدل يحبو يديرو يفيد يحبو يجسدو ربما وش يشوفو صحيح أنه فيه دول متطورة يحبو يشوفو يعني يجسدو كل وش يشوفو في الانترنت يحبو يديرو نفسهم هكذا يحبو يقل دول جسد في الجزائر يحبو يشوفو نمط معيشة أحسن في الجزائر كما قلت الدولة والمعيشة تعني ماشي دراهم ماشي بيترون طاقة شبان تكون عند طاقة شبان كبيرة والشبان يديرو يدفل يد والله العظيم غير الدولة تعني ازي تنمو وزي تطلع في كل كيف شاركت عيشة بعد وفاة ودفن ابنك خالد المدعو الضادي كيف شاركت عيشة معيشة يعني وش أقولك واحد الوقت غلقت على نفسي ومع قلت لا لا مش ربي يكتب هاكذا ولا نقاشة مع الله ربي يكتب لي هاكذا وحمد لله اللي جبهولي الدولة أشكر الدولة جزيلا جزيلا جزيزا اللي جبتهولي ودفنته ودف وجبهولنا معززين مكرمين غيلة سودادي حمد لله وإن شاء الله يجيبوا واحدة أخرين إن شاء الله يجيبوا واحدة أخرين حيين أني نعيش فتحت الوكالة العقالية تعيه راني نشتغل راني ندل يغندي مع الزبور مع الزبائن أني الحمد لله والمعيشة والحياة تستمر وأحيي الشعب الجزائري وأحيي الشبان فإن شاء الله يجبوا أننا ندعمه الشاب المليح ندعمه الإنسان المليح ندعمه ولا لا يكون ندره وتعيه ونحس فإن شاء الله أنا ماذا به أن نوصل هذا الميساج ونوصل هذا النداء يا أولادنا يا أولادنا خموا على موتكم خموا لا تكونوا أناليين خموا على والديكم والديكم لا يسحقوش يسحقوكم قدامهم صحيح هذا كل ما أعطي الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يعني ربي أعطيك صبر وعطيتي رسالة إلى كل شباب الجزائري إلى كل مسؤولين كذلك إلى كل رجال أعمال من أجل فتح مناصب الشغل وكذلك الاستماع لهؤلاء الشباب لأنه هذا هو مستقبل الجزائر مستقبل الجزائر ثورة شكون درها درها الشباب ورأني إحدى مؤسسات الاتحاد العائلة الجزائري إتحاد العائلة تنظيم وتطوير العائلة الجزائرية مناضلة كذلك في المجتمع المدني وإحدى مؤسسات هذا الاتحاد والتي هي رئيسة رئيسة الاتحاد السيدة البيضة مسعي يعني كانت معي ثاني جنب مجنب نهار المأسات التاعية يعني أحييها وأحييك يا السيدة الريسة وإن شاء الله وإن شاء الله الاتحاد التاعنا يزيد يطلع ونتلهوا بالعائلات الجزائريات إن شاء الله حتى أنه سيدة قسنطي فايزة عندما نتحدث ربما عن الضفة الشمالية المتوسط لبعض الشباب يشوفها جنة حتى هم يعيشوا يعيشوا الفقر يعيشوا بطلة إذن من الأحسن على الشاب الجزائري أنه يسبر يسبر قليلا وإن شاء الله السلطات تستمع إليه إن شاء الله تلتفت إليه وتجسد كل أحلام تاعه هنا في الجزائر لأنه لأنه ربما الخطر كاين كاين في البحر تركب البوطي يعني صعب أنك توصل إلى الضفة الأخرى للمتوسط شاء الله إن شاء الله لا لا السلطات والله غير فيهم رحمة يعني شوفوا أولاد ناكي صابوهم في الليل دو كارياري في السردان من القنصول يجلت أشياء ديبلوماتيك عايت لغالي شوفي مادام شوفي وكذا وطو إيو الشرطة تحهم أكدو أكدو بلي يعني يزن بخي لإدنتيفكاسي دادي وغيلاس خلاتهم يمات خويا لياس حاميسي وعا قاطن بإسبانيا وحبطة الإيطالي خلاتهم لا يمات بعد الدولة تدخلت قالتهم أنا نجيب أولادي فما لي فهمت بلي عنا دولة ودولتنا رجال والدولة جام تسمح في أولادها هذا ميساج نعطيه للشابة الجزائرية طيب وش رأيك كذلك سيدة قسنطي فيزا فيها عائلات ترهي تحرق بيها وبولادها في حتى فتيات ربما راكتشوف على مواقع تواصل إجتماعي فتيات وشابات يركبوا قوارب الموت مؤسف أنا متأسفت أنا كشفت هذه الظاهرة وعرفت وش كاين مع الفتيات واللي فامي متأسفت ويتم قل هذو ماشي وعيين هذو وش بي مفهمتش أنا أوكين كونسيونس هذو وشي خمو على رحم يقولون ملحوت مفهمتش أنا أنا متأسفة جدا 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 دي سيليباتي غبالك كيما نوليدي غبالك دي فامي كمسانة الحمدولله منش عرف الشغل متوفر السكنات راي تتوفر يعني الخيرات في بلادنا وش ما ما فهم شوش يحاوسو عند الناس واحد اخرين راحوا يعيشو عند البلدان اخرين بدون كرامة هذي مريع هذي نقولها لك يتمربدو وزيدوا مربدو ولادهم حرام 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 الحمدولله يجب أن يكونوا وعيين الناس استغفر الله هاتك صحة سيدا قسنطي فيز على كل هذه الكلمات المعبرة لأنها تخرج من تخرج من قلب من صميم القلب من صميم القلب ومن امرأة عانات عانات فقدت وليدها وليد قتلي أنه دادي توفى دخل ما في عمره عيد ميلاده وكان في عمره 34 سنة ويش قلك قلك قبل ما يروح قلي شهر لداني الثمان وليت نشوفه بزاف ساكت ويجيني هكا ماما هكي قلتلي لما تعطيني شاكي يزيد اليوم دير هاد الفطول وعيش سما باريو بيزار قلت معلش ومن بعد جورجي قلي الوحير وحي قرجي غلقت الوكالة العقارية ويروحت لده وشي قل يعني نخم الأوقت وكما مالف طروحه وتعود وتقول له يجو زودي ويكان في عنا باف في جايا وذلك نهار قال يدعيلي بالخير يما قلتوا خير قلتوا تروح وتخليني قال يا ماما سمحيلي وغني الحق نعيط لك ونهار السبت نعيط لك الوجود ما نغسق نعيط لك ماما نحقو بالجمعة ما كاش ثم فقدت الأمل عشت عشت نطلب ربي شهر وانا نعاني وشهر ونصلي وندي قيم الليل يا ربي أنا حسب وليدي مات بس يجيب ولي ربي برك يا ربي يعني أمني هتي وصلت ويا ربي ونقول عندي دعوة عندك فهمت اليوم ربي استجاب دعوة لحقت وقفوا معك الشعب الجزائري والجيران رئيس حميدو رئيس البلدية سيصي يغبان وليدي كيف تعيش بعض العائلات اللي أبنائها مزلهم مفقودين ربي يقول يجون اللي صباح صباح واحدة جاتني نقوم أخ قل يقول لهم نجي ند ونخلص عليه ونخرج وإلى مات قلت إن شاء الله أتفائلي الخير أتفائلي الخير قاتل بسحي لازم نخمم هكذا وهكذا لوني قاتل قتل تفائلي الخير إن شاء الله لا صابوهم في لحباس يجيبوهم قاتل نخلص نجيبو أولادنا الحمد لله أنا قاتل يبلغي لهذه البالغ أنا يبلغ طول إن شاء الله نتمنى والسلامة لكل شباب الجزائري إن شاء الله اللي رحوا هذي كم الحي واحد عقلين مربيين يصلوا والله ناس تشهد دوخن ميدغيت كيفواش ناس تشهدوا مربيين و دفع كنت نظم على السباح جيبو نحن نعبال دوما فيس 3-10 ماتر اللي داع le 13 نوفمبر le 14 نوفمبر دوز دا دي وين راك ماما نغلق تلحانو تفستوالين يجاي وفاش جاي قال يجي الديني محمد فطونا نعود نعود نعيد لوين راك أنا في الجامعة ماما يدخل يصلي في الجامعة يدخل الدارة وكلهم كانوا هكذا ومام الإمامة قالوا جاي وسألوني هذو الشبان أنا رايحين كيفاش نتعاملو كنروحوا لواحد المضرب قال لك أنا ما كنتش عارفة قبل يخططوا باش يروحوا ل يحرقوا فهمتني حبوا يعرفوا كيفاش يعيشوا في الدول الأوروبية فهمتني كيفاش يتعاملوا مع الناس هذا هو المكتوب تعربي الحمد لله الحمد لله إن شاء الله رسالتك الأخيرة في ثواني لكل شباب رسالتك الأخيرة يا شبان لرمي خطوا ربما في راسهم حبوا يحرقوا أنا شخصيا قعد هنا أخويا كل حشيش غير ما يأكل لك الحوت هذه نقولها أخويا قعد هنا عيش قعد مع أموالك عيش وينة تعيش مع الزز مكرم بلادك تعيش فيها فانطازي ما ما عندكش تعيش فانطازي بأسمك انت هو انت لك وليد الدولة الدولة يتكلع ليك انت ثاني تالشب طالع يا أخويا غير مبلادك شوية هذا ما نقول لك أخويا الحمد لله ربي يصبرك وربي يرحم خالد وكل شباب الجزائري اللي توفاوا في البحر من عودادي معروب بدادي دادي لا يرحموا لدي لا يرحمك يا غيلاس لا يرحمهم لا يرحمهم كح إن شاء الله الأخرين يكونوا حيين إن شاء الله يا ربي حالمين إن شاء الله شباب يستفيق إن شاء الله سلطات كذلك تستمعي للشباب لأنه هذه قوة البلاد شكرا جزيلا لك سيدة قسنطي إن شاء الله إن شاء الله ربي يخرجك على نهيتك واشترك متمنى إن شاء الله ربي يعطيهولك إن شاء الله السلطات كما قلت تحامل الشباب وتحاسن الشباب باش دخوتنا سيدة فايزة بالطبع والدولة ما تسمحشي ولادها أنا أقول حالك شكرا جزيلا لك يا سيدة قسنطي نفيزة على كل هذا الكلام شكرا جزيلا لك موفقا وربي يسمعكم إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك